ما دام الإنسان على طهارة بالمسك إلى متع خفين إلا أحدث فعندما لبس خفيا طهارة أحدث بعد نسيهما على طهارة ثم فتح عليهما أو خلعهما قبل ذلك فإنه لا جلبتهما إلا على طهارة وطهارته فستبدل ولو بسح عليهما في الطهارات الجديدة لأنه خف شطه في بقاء الطهارة فإذا خلعه انتقلت الطهارة هذا اللي يعني عامة بالعز في خلع خف بعد نسيه عليه بعد الهدف خلقه فاليبس خف عليه حتى يتم الوجه فإذا أرد خلعه قبل موضة فلا بأسيخل عنه ولا فن يعيز الطهارة لا يطلق معاقه طهارة إلا كانت تحدث نعم يعني إذا كان على الطهارة مش اكتفى ذلك رجليه فقط لا يطلق عزوه أما لو لبس خفيا على طهارة ثم خلعهما قبل ذلك فإنه لا يحدثن هو على طهارة لكن إذا أحدث ثم خلعهما ثم خلعهما تطلق الطهارة إلا عامة هذه الأخرية العز وكري معهم هنا